ترجمة نانسي قنقر 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 لا أدخل سنطلب ثمي الحياة نعمل بعد أن تكون سواء أردع لحياة لكن لذا لا يوجد سواء لا يوجد سواء أردع لحياة أو أن يجب لي سعيد أمثل الآن كانوا يسرعونها إلى المساعدة. تعلمون؟ هذا هو الوصول الشرونية. نعم. 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 هنا محقق هنا، قلت أحدهم هنا، أحدهم هنا، أحدهم هنا، أحدهم هنا، وهم يفعلون الثاني، و هذا كل شيء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ولكن عشان ولادنا اللي فضلين ومن أجل عيشوا بأمن وبسلام واستقرار رحنا لليهود بوبو جكاها يسخم شيلوت فإحنا فيه عندنا يعني من السعر جيد نهان لكن إحنا نطلب حتى أي طلب من الحكومة الإسرائيلية روح الشهيد أشرف محمد دجيل ومحمد مالي هنا حواسيح الشهيدات رساسة يمكن قطرها ثلاثة سانتة اثنين سانتة فراسل والوالد كان نائم و بضحك مساعدة سانتة فراسل أشرف محمد مالذي أشرف ما يجب جديد سانتة فراسل بأمكان محمد مدد سانتة فراسل سانتة فراسل كانت كبيرة الجزء من الجزء من الجزء من جزء من جزء من الجزء من الجزء لأجلسة لأجلسة، لأجلسة لأجلسة، 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 لأجلسة لأجلسة، ثم يتكلم عن أن تكون محابيني لأجلسة 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 التي قمت بها قبل نكون عايشين في أمان وحرية واستقلال وقيام دولتنا على وطننا وعلى أرضنا ونحكم نفسنا بنفسنا بدناش مستوطنات بدناش احتلال بدنا الإفراج عن الأسرة والمعتقلين اليهود بالنسبة لهم اللي هما بفكروا فيه أنه حكاية أنه السلام أنه ما يكونش فيه إرهاب مين قوام الإرهاب؟ مين بدأ بالإرهاب؟ اللي أخذ أرض شعب وطردوا ورحلوا وعايش في خيم وفي دول وفي الوضع سيء جداً من ناحية الاجتماعية والبيئية والمادة الاقتصادية ووجه هما قاعدوا في بداله في فلسطين كانت أساساً لليهود؟ هل أنه البقاوم الاحتلال واحد بأخذ أرضك وبنكر حقوقك؟ منحق كل الشعوب تتناضب هما بناضل هلقته هما بحاربوا اليهود عشان يجب؟ عشان يبقوا إحنا بنحارب عشان نأخذ حق منهم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر